في حالة وجود الأمور سهلة بالنسبة لناتزة مالك وأنه كان مفوض يوصل وحصل أن رئيس نتزة مالك أو الإدارة قالت أن تكملت المشوار للأستاذ القيارة لا خلاص رجعوا تاني كده يبقى الأمور بالنسبة لناتزة مالك خصم 3 نقاط ثم 6 نقاط في نهاية الموسم وإذا كان الموضوع أن نتزة مالك فعلا حاجة عاقته أنه يوصل للأستاذ يبقى المباراة تؤجل ده كلام دكتور محمد فضل الله طبعا خبير اللوايح وواحد من الناس المحترمة جدا تشغل على اللوايح بشكل جيد جدا عايز بس أكمل حاجة مهمة جدا أن النادي زمالك والنادي الأهلي بيلعبوا باسم مصر مش مختلفين مش كلا أنا أنا أقول لكم التراجع جاي وراء بعضه التراجع القمة جاي وراء بعض أولا تراجعنا في المباراة القمة أنه ما فيش جماهير فيها جماهير جوا الملعب جماهير اللي دايما هي اللي بتدي الحماس وتدي الشكل للقمة وتدي الاهتمام للعبين داخل الملعب فبالتالي دايما الملعب كانت خوية في الفترة اللي فات ده تراجع بقى سنين فيه في مباراة زي كده مباراة القمة دايما تراجع التاني ما حدث في مباراة السوبر في الإمارات والشكل اللي تلعب به مباراة القمة يعني كلنا كنا منتظرين للمباراة انتهي بشكل جيد وإحنا في دولة الإمارات الشقيقة والأمور جميلة وكان الأمور في الملعب كرة في الملعب خلاص فيه فريق قسر فريق كسب ضربات الجزائد أو ضربات الترجيح ورجحت كافة الزمالي خلاص الموضوع انتهى لكن بعض الأمور وبعض الأمور اللي أنا بشوفها صبيانية من بعض اللعبين وتفكيرهم في إرضاء الجماهير بشكل ما خلت الأمور تتفاقم بشكل كبير في الملعب وتحصل المشكلة اللي احنا شفناها وبسببها حصل عقوبات بسببها في بعض الأمور اللي خرجت من اتحاد الكورة وأنا بشوفها أنها سريعة في التوقيت ده كان مفروض فعلا يترسوا شوية في القرار ويستنوا ما بعد القمة أو حتى ما بعد عودة الفريقين من مباراة سانداونز مباراة الترجيح الناد الزمالي لكن الحاجة بقى التالتة اللي هي بقت النهاردة موجودة إنك فيه الأول مرة نادي كبير في مباراة زي كده ينسحب ينسحب أو ما تواجدش في الملعب عشان بس إيه لغاية دلوقتي ما حصلش إقرار زي ما بنقول أو دكتور محمد فضل الله قال دلوقتي إقرار عدم تواجد الفريق بالقصد كان فيه حافلة راحة وعلى كده الواحد مش عارفين بقى إيه اللي حصل إيه اللي حصل هل كان فيه أصلا لعيبة جوه الحافلة دي هل كان فيه هدف إنك تعمل الشو ده عشان في الآخر ترجع ومتلعبش المتش يعني في الآخر إحنا في هزل فيه النهاردة فيه هزل في كرة القدم إحنا شايفينه وواحد أنا واحد من الناس لعبت أهلي وزمالك وزمالك كتير جدا طبعا فيه نجوم هيكون متواجدين معايا هتكلم معاهم في جزادي كتن مجدي عبدالغاني كتن رضا عبدالعال أكيد لعب ومباراة زي كده ما كانش أبدا نفكر إن المباراة دي عمرها ما تتلعب أو نبقى مش عارفين هنلعب ولا مش نلعب فكر أنا بشوفه مش احترافي تماما بالرغم إن إحنا السنة أو السنة اللي أنا لقيت فيها أو كتن رضا أو كتن مجدي ما نيجي نبص فإحنا بنتكلم في مثلا في 25 سنة لقدام مفروض نتطور أو نتقدم لقدام في كرة القدم ده تراجع زي ما بقولكو في قمة الأهل والزمالك في الفترة دي أعتقد إن إحنا موجودين النهاردة عشان السوشيال ميديا تتحك عشان نتريق على بعض عشان الجامهير نادي الزمالك شايفة إن فيه تصرف ده ممكن يبقى صح فيه بعض الجامهير على فكرة شايفة إن تصرف غرض جامهير نادي الزمالك إن مفروض كان الفريق يلعب أيضا جامهيري الأهلي التريقة كل ده إحنا في الآخر بنتحك على بعض المضرور هو كرة القدم المصرية المضرور هو المستوى الفني اللاعبين المضرور في الآخر الأندية المصرية والدور المصري وقيمته وكل حاجة ممكن مرتبطة بتطور الكرة في مصر ده اللي إحنا بنتكلم به